اشتركوا في القناة ان هذه النظرة قاتمة وهذا ما هوش بسبب الثور لحظة لحظة مش قاتمة وهذا ليس بسبب الثورة في تونس هذا بسبب الانترنت والتكنولوجي الناس كل متمتعين بهذه الحريات الفوضوية انا نحكي على دولة وعلى ما صار وماذا نعد للمستقبل وعلى اجيال مقبلة وعلى ثروات منهوبة وعلى اوال لو واحد يتحكم في اي شي وعلى نخبة هشة هي عبارة عن قشرة بيف نذهب هنا ونذهب هنا نتسول نطلب احنا البنك الدولي اصبح جزء من البرلمان تونسي اصبح يريد ان يحضر الندوات او النقاشات في البرلمان تونسي هذا النموذج من الديمقراطية عرفاته الشعوب العربية في الاربعينات وفشل وجاء بعده الاستبداد وجاء بعده الفوضى وهذا سيفشل اذا ظل هكذا وهذا موجود منه وموجودة الديمقراطية هذه في تونس موجودة في المغرب وموجودة في لبنان وموجودة في العراق وموجودة في الاردن وموجودة في كل مكان لا تضخموا الاشياء تنظرون الاشياء من بعيد معجبون بثورة تونسية ماتت في المهد منذ عشر سنوات اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر